البطاطس الحمرة وجمال البطاطس الحمرة زمان كانت شركات ومصانع الشيبسي محتكراها عشان تصنع منها اكياس الشيبسي الجاهزة دلوقتي بقى بقت منتشرة وجميلة والموسم بتاعها دلوقتي كمان في السوق يلا نجيبها ونخزنها في البلكونة ونعمل منها احلى شيبسي ومش بس كده ده انا هعمله للولاد كمان بطعم الكباب ومش هنشتريه من بره ابدا انا انا اناس عباس اللي لسه ما تابعنيش تابعني على قناة الوصفة شايفين الجمال وجايبة بقى للولاد كمان حاجات كده شكلها مفرح وجميل وحط فيها الشيبسي اللي انا عملته بتطعم الكباب والصهرة تحلى بقى مع كوباية حاجة سقعة او كوباية شاي وتبقى حاجة كده يا وعدي على طول على طول انا جبت البطاطس الحمرة الجميلة دي اول ما نلاقيها اللي هي لونها عامل زي البطاطا كده نشتريها ونعرف ان هي دي اللي هيتعامل منها الشيبسي الصح دي بداية الشيبسي الصح اللي احنا هنعمله في البيت هجيبها بقى كده اناقيها حجمها متوسط وهنبدأ ان احنا هنقشرها زي ما انتم شايفين ممكن كمان على فكرة نخسلها ونعملها بقشرها اللي اتنين هيبقوا نجحين وهيبقوا حلوين قوي هشيل بقى القشر كله هتخلص منه انا مش عايز عملها بالقشر النهاردة هعملها كده خلاص قشرتها وغسلتها بقى كمان وهجيب كده ازازة مية سقعة هحطها في طبق وهحط عليها كمان رشة من الملح ورشة من الخل ده اساسي عشان هيخليلي البطاطس كده ليها طعم وجميلة وكمان هيخليها مقرمشة هفضي عليها كده حوالي معلقتين كبار من الخل وبعد كده هبدأ بقى ان انا اقطع البطاطس شبسي خالص بالسكينة يعني هنقطعها رؤياء اقوي وجبت كمان كده اولب تلجة هحطها في المياه ممالح وخل دي وهركنها على جنب كده علشان هي دي اللي انا هحط فيها البطاطس على طول اول ما هقطعها زي ما انتم شايفين بالسكينة كده اقطعها بالكهرباء او اقطعها عادية نقطع بيها مفيش مشكلة خالص المهم ان احنا يبقى عندنا بطاطس رؤياءة بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده انا غسلت البطاطس خلاص لما هي كانت سليمة انما بعد ما بنقطعها ما بنخسلهاش تاني حطتها في المياه ومتلج وملح وخل وحطت كمان زيت على النار بقى يسخن علشان نقل فيه البطاطس واطلعها كده من المياه اللي بتلج واحطها على طول كده في الزيت زي ما انتم شايفين اهم حاجة النار تكون عالية والزيت يكون غزير ومنقطرش البطاطس في الطاصة عشان تطلع مقرمشة كده والوحدات بتاعتها تكون بعيدة عن بعضها زي ما انتم شايفين انا قلبتها كده تقليبها خفيفة وهخليها كلها مغمورة بالزيت وهبدأ ان انا اول ما تاخد لون دهبي هي بتحمر بسرعة جدا جدا ما بتستحملش الانهر اي اخالص زي ما انتم شايفين اللون دهبي واكتر من رائع طلعتها كده على ورق مطبخ عشان يشرب اي زيت عايز اقول لكم ان البطاطس دي ما بتشربش زيت خالص خالص في التحمير جميلة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده اقصرها بقى كده زي ما انتم شايفين بتتفتت من كتر الارماشة بتاعتها هخلص بقى الكمية كلها زي ما انتم شايفين اللون دهبي ورائع ودي بقى المياه خلاص هتخلص منها ودي اخر طاصة بطاطس يا السلام ايه الجمال ده ينوسى يننوسى من كام بطاستايا عملنا حبة اكتر من الكياس الشبسي اللي احنا بنجيبها من بره على عين البتاجاز بقى كده حطيت كام فحمية علشان انا هطعم البطاطس بالطعم بتاع الكباب فانا هعملها كده بقى بالفحم زي ما انتم شايفين البطاطس مقرمشة وجميلة ومش محتاجة ملح ولا اي حاجة حطيت الفحم على النار وهستنى بقى ان هو يولع كله زي ما انتم شايفين كده البطاطس مش عاملة زيت خالص على الورق حطيت كده ورقة فويل في النص طبقتها كده وحطيتها في نص البطاطس وحطيت عليها الفحم اللي بقى مولع وهوحط كده كام نقطة زيت على الفحم وهغطي بسرعة بسرعة احنا مش عايزين البطاطس تعرق احنا عايزينها بس تتدخن بالدخنة السريعة بتاعة الفحم زي ما انتم شايفين حطيت بقى كده الفحم ونقط عليه بالزيت وسبت البطاطس تتدخن وشلت الغطى بقى على طول كده يا السلام البطاطس بقت كلها بريحة الفحم هجيب كده كمان توابل مشكلة جايبها من عند العطار للبطاطس اسمها توابل الشرق الاوسط جميلة جدا جدا خلاص قال بتاع بقى كده مع البطاطس هتدي طعم جميل قوي وجايب العلب دي بقى من محل المستلزمات الورقية جميلة قوي وسعرها رخيص خالص بس الشكل مبهج للولاد لما نحط لهم فيها الحاجة تبقى احلى من الحاجات الجهزة بتاعت برا هعبي بقى الشبس المقرمش المخرفش اللي انتم سامعينه ده فيها يا السلام حاجة كده جميلة قوي عايز اقول لكم ان فيه مظاهرة برا من طعم البطاطس الجميلة دي مع كوباية حاجة ساعة بقى او شاي تبقى حاجة كده يا وعدي بقى الفهنة وشفة ويا رب دايما وصفاتنا تعجبكم وتنردوكم